بعد أقل من أربع سنوات على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس قامت إسرائيل قبل أسبوع من الاحتفال بذكرى اغتيال قاسم سليماني باغتيال رفيق درب قاسم سليماني وهو رضا الموسوي وهو جنرال في حرس السوري الإيراني وهو ممثل فيلق القدس في سوريا وأكثر من ذلك هو رئيس أركان فيلق القدس وهو المسؤول عن الإمدادات العسكرية هو مسؤول عن التمويل هو مسؤول عن تمويل كل الفصائل على الأرض السورية وفي لبنان أيضا حزب الله وبقية الفصائل التي تعمل مع فيلق القدس إضافة إلى أنه المسؤول عن نقل التكنولوجيا المتطورة للصواريخ والأسلحة التي ترسلها إيران إلى حزب الله عبر الأراضي السورية في مطار دمشق الدولي مطار حلب الدولي أو عبر الكوريدور الإيراني الذي يعبر من العراق إلى سوريا البادية السورية وصولا إلى دمشق هذه العملية عملية اغتيال رضا الموسوي أو رضي الموسوي وهو جنرال برتبة عميد وهو من أرفع القيادات الذين يستهدفهم الطيران الإسرائيلي منذ مدة طويلة طبعا كانت هناك عدة عمليات لاستهدفات في منطقة السيدة زينب في بداية هذا الشهر في 2 ديسمبر الماضي جراء استهداف منزل كان موجود فيه جنرالان أيضا من القيادة الحرس الثوري وفيلق القدس وقد قتلا إضافة إلى عدد من العاملين من حزب الله على الأراضي السورية وكان هناك استهداف آخر في العاشر من ديسمبر لأحد المقرات أيضا في السيدة زينب هذه مزارع تقع في محيط السيدة زينب ويسيطر عليها حزب الله وهي مركز لإيواء الضباط من الدرجة الرفيعة أو مراكز قيادة أو مراكز يأوي إليها هؤلاء القادة الكبار في الحرس الثوري الإيراني فيلق القدس أو كان في حزب الله هذه العملية خطيرة للغاية وهي عملية نوعية وهو تصعيد إسرائيلي كبير وهو تصعيد إسرائيلي يوازي بدرجة أقل لكنه يوازي الضربة التي تلقتها إيران عند اغتيال قاسم سليماني وهو القائد الكاريزماتيكي لفيلق القدس وهو الذي كان يقال بأن أمامه مستقبل سياسي كبير داخل النظام السياسي لإيران هذا النظام الحالي إنما هذه العملية وتأتي في ظرف الجبهات مشتعلة حرب غزة مشتعلة حرب المناوشات عبر الحدود اللبنانية مع إسرائيل مشتعلة وقد تحولت إلى أكثر من مناوشات البعض يقول أنها مواجهات البعض الآخر يقول أنها أصبحت حرب استنزاف لكنها مكلفة للطرفين مكلفة للإسرائيليين ومكلفة لحزب الله وللبنان بدرجة مختلفة سوف نعود إلى هذا الموضوع بالتوازي هناك ضربة كبيرة أمريكية غير معتادة على ثلاث مقرات لكتائب حزب الله العراقي هذه الكتائب التي استهدفت في بداية اليوم الماضي استهدفت مقرا حيث قرب مطار إربيل فيه جنود أمريكيين وقد أصيب أحد الجنود الأمريكيين بإصابات بالغة فسارع الأمريكيون إلى استهداف هذه الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ والمسيرات المفخخة نحو هذا المقر والذي بنتيجته تم تعطيل الملاحة لبضع سعاد في مطار إربيل الدولي هذه التطورات تطورات كبيرة لكن التطور الأخطر هو تطور الذي حصل في سوريا بعض ظهر يوم أمس قتل مع راضي الموسوي قتل أيضا ضباط من فيلق القدس كانوا معه في هذا المنزل وقد جرى تدمير هذا المنزل كليا وكان التفجير قويا إلى درجة بأنه جثة رضي الموسوي رميت خارج المنزل إلى باحة المنزل إذن كانت ضربة واضحة أنها تريد ليس فقط أن تستهدف هذا المنزل إنما أن تقتل كل من فيه وأن تتأكد بأنها قتلت كل من فيه طبعا إسرائيل لم تعلن صراحة عن مسؤوليتها بهذه العملية لكن واضح بأن الإسرائيليين هم من استهدفوا هذا الموقع واستهدفوا الجنرال الموسوي وقد جرى الاستهداف عبر طائرة F-16 أمريكية بثلاثة صواريخ ثلاثة صواريخ للتأكد بأنه لن يخرج أحد حيا من هذه الضربة من جهة بحيرة طبرية يعني على مسافة تتجاوز 70 كم مدى جو وهذه عملية نوعية إسرائيلية وطبعا الإسرائيليون تحسبوا منذ اللحظة الأولى للإعلان ولتأكدهم بأنه الجنرال الإيراني قتل تحسبوا إلى الرد الإيراني والرد الإيراني لن يتأخر كثيرا وواضح بأن الإيرانيين يعتبرون بأن هذه الضربة ضربة كبيرة ولسيما أنها ضربة كبيرة للحرس الثوري والحرس الثوري هو العماد عماد النظام الأساسي وهو القوة المهيمنة أكان عسكريا أكان مخابراتيا أكان أمنيا أكان في العديد من المؤسسات الاقتصادية وهو عماد هذا النظام وتركيبة هذا النظام الذي يستند إلى هذه القوة أكثر مما يستند إلى الجيش الإيراني إذن هناك تصعيد إسرائيلي واضح المعالم واستهداف لهذا الجنرال هذا الجنرال الموجود في سوريا منذ ثلاثة أو أربعة عقود ثلاثة عقود لنكن أكثر دقة هو متزوج من سيدة سوريا هو يتحرك في سوريا لديه العديد من المنازل والمخابئ في سوريا أكان في الشمال أو كان في الوسط أو كان في منطقة دمشق وصولا إلى الحدود مع الجولان المحتل يتحرك بسهولة وبحرية بين سوريا ولبنان وهو المسؤول عن كما قلنا عن التسليح النوعي لحزب الله وتمويل حزب الله وهو واضح بأنه هو المسؤول عن إدخال مكونات صاروخي فاتح 110 و 313 الإيرانيين باليستيين من المدى المتوسط الذين يملكهما حزب الله وموجودين في لبنان هذان الصاروخان موجودان في لبنان وبحوزة حزب الله ويقال بأنه الفاتح 110 قد أخرج بعض النمازج منه أو بعض الصواريخ منه أخرجت من المخابة وهي حاضرة لضرب إسرائيل انطلاقا من لبنان نسبة إلى التصعيد الكبير الذي شاهدته الجبل لبنانية إذن السؤال الكبير يعني بعد اغتيال هذا القائد الكبير الجنرال الموسوي وهو رفيق ضرب قاسم سليماني وهو من الرموز الكبيرة والرموز الأساسية لما يسمى بوحدة السحات يعني هو الرابط ما بين إيران العراق سوريا ولبنان هو الذي يجسد بشخصه هذا المبدأ مبدأ وحدة السحات علاقاته متينة جدا بالأمير العام لحزب الله سيد حسن نصر الله بعلاقات متينة جدا يتردد إلى لبنان باستمرار وهو يأتي إلى لبنان ويكون بضيافة قيادة حزب الله باستمرار وموجود هنا باستمرار منذ ثلاثين عاما وأكثر من ذلك هو يتحرك في كل الجبهات التي فتحت في سوريا منذ بدايات الحرب في سوريا منذ 2011 حيث شارك في معارك البادية شارك في معارك شرق حلب شارك في معارك أخرى في العديد من المناطق في جنوب وفي محيط دمشق ولديه صولات وجولات في المعارك ضد المعارضة السورية وضد القوى التغييرية في سوريا وضد القوى الأخرى في العديد من المناطق السورية طبعا هو شخص يمثل خسارة كبيرة عن النظام خسارة كبيرة لهيبة النظام الإيراني أو المشروع الإيراني الإقليمي لأن استهدافه عمليا هو يخرج عن المعتاد هو خروج عن الاستهدافات المعتادة للإسرائيليين طبعا يأتي ذلك في سياق هذه الحرب المدمرة الدائرة في غزة والتي تستمر ولا تتوقف وبنيمين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية يبشر بأن هذه حرب طويلة وهي لم تصل بعد إلى نهاياتها وسوف تستمر وتستمر إلى أن يتم تحقيق الأهداف التي رسمت لها وهي الأهداف المعروفة التي حددتها الحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب وهي إطلاق صراح الرهائن والقضاء على حركة حماس وتغيير الواقع في قطاع غزة بمعنى تغيير السلطة وتغيير الحكم في قطاع غزة هذه إذن نقطة مهمة جدا يعني يجب التوقف عندها لأنه يمكن أن تنجم عنها مضاعفات كبيرة جدا على صعيد الحرب الغير اللامتناظرة بين إسرائيل وقوى الفصائل التابعة لإيران أكان في لبنان أكان في سوريا أو حتى في العراق كان هناك خبر لافت قبل ثلاثة أيام ولم يتم تأكيده هو أن أحد الفصائل الإيرانية قد استهدف بصاروخ باليستي عفوا الإيرانية في العراق استهدف بصاروخ باليستي البحار البحر قبالة شواطئ إسرائيل قرب منطقة كاريش ومنطقة كاريش حيث هناك منشآت نفطية وغازية للإسرائيليين لم يتم تأكيد الخبر إنما مجرد إطلاق هذا الخبر والإفراج عن هذا الخبر بتسريب إعلامي معناه بأنه هناك شيء ما يمكن أن يكون معداً لاستهداف إسرائيل الاستهداف واضح بأنه سوف يكون قوياً لأنه صحيح بأن اغتيال قاسم سليماني جاء الرد مباشرة من الإيرانيين باستهداف قاعدة عين الأسد وقد أفصح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل عدة أسابيع قبل ثلاثة أسابيع في مؤتمر أو في مهرجان سياسي أفصح عن هذه المرحلة قائلاً بأنه تم توافق مع الإيرانيين على هذا الرد لحفظ ماء الوجه كما قال ترامب وهذه على ذمة الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب وقد أطلقت صواريخ باليستية إيرانية من الأراضي الإيرانية باتجاه قاعدة عين الأسد حيث هناك تمركز للقوات الأمريكية وجل ما حصل أنه كانت هناك ارتجاجات دماغية لعدد من الجنود الأمريكيين عملياً تمت لفلفة الموضوع لأنه إيران في تلك الفترة ما كانت تريد أن تشتبك مباشرة مع الأمريكيين ولسيما مع الرئيس السابق دونالد ترامب الذي كان جاهزاً لضرب إيران مباشرة ضربات قاسية ومعروف ما هي طبيعة هذا الشخص طبيعة المغامرة والطبيعة العنيفة لدونالد ترامب وكان يمكن أن تحصل مضاعفات خطيرة وتوقفت الأمور عند ذلك طبعاً عاد محور ما يسمى بالمقاومة إلى القول بأن الرد على اغتيال الجنرال قاسم سليماني هو بإخراج الأمريكيين يعني مشروع إخراج الأمريكيين من الشرق الأوسط وهذا المشروع الذي يذكر به دائماً قادة الفصائل في العراق أو قادة الفصائل في غير العراق مثلاً في العديد من خطبات الأمين العام لحزب الله قال بأن هذا المشروع لا يزال قائماً وأنه سوف يتم إخراج الأمريكيين من منطقة الشرق الأوسط هناك تحرشات بالأمريكيين مستمرة في سوريا معروفة مستمرة في العراق معروفة الرد الأمريكي البارحة في منطقة جنوبي بغداد منطقة بابل وواسط منطقتين ثلاث مقرات لكتائب حزب الله تم ضربها هناك قتيل واحد من هذه الفصائل وإضافة إلى جرح عدد من الجنود أو الأمنيين العراقيين الذين كانوا متواجدين في محيط هذه المقرات إذن واضح بأن استهداف القوات الأمريكية أو التجمعات أو المصالح الأمريكية مباشرة وأي استهداف يمكن أن ينجم عنه خسائر بشرية أكان بقتل مستشارين أمريكيين أو بجرح جروحا بالغة سوف يتم الرد على هذا الأمر مباشرة وطبعا الحكومة العراقية برئاسة محمد شيع السوداني حكومة عالقة بين طرفين لا يستمعان إليها بتاتا يعني هذه حكومة عمليا تكاد تكون شكلية بالرغم من أنها منبثقة عن الحشد الشعبي أو عن الإطار التنسيقي كما يسمى ككتلة برلومانية في العراق بالعودة إلى الموضوع السوري الموضوع السوري يمكن أن تنجم عنه مضاعفات كما أسلفنا يمكن أن تتطور المواجهات والمناوشات والحرب الاستنزاف القائمة عبر الحدود اللبنانية مع إسرائيل أن ترتفع نوعيتها لأن حزب الله عمليا هو استهدف في هذه الضربة هذا الرجل على صلة وثيقة بحزب الله ليس إنسانا عاديا وليس شخصا عاديا وهو أحد الأركان أركان التركيبة الأمنية الإيرانية تركيبة الحرس السوري وفيلق القدس التي تتعاطى بشكل يومي ودائم مع حزب الله وبالتالي حزب الله يجد نفسه أنه معنى هذا في إطار الهرمية الأمنية والعسكرية الإيرانية للحرس الثوري وحزب الله جزء أساسي وهو عضوي في هذه التركيبة وهو أهم القوى الغير إيرانية المنتمية إلى هذه التركيبة وهذه الهرمية هذا القائد قتل وهذه ثالث مرة هذا الشهر الذي يتم في استهداف هذه المنطقة هناك عمل استخباري ناجح من قبل الإسرائيليين وهناك صخط من قبل الإيرانيين ويتوعدون إسرائيل بضربات وزارة الخارجية وزير الخارجية قال على إسرائيل أن تبدأ بمرحلة العد العكسي القاسي تنتظر يعني الضربة هناك كلام آخر من وزارة الدفاع هناك كلام أيضا من وقد نعاه الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس جمهورية الإيرانية جمهورية الإسلامية في إيران نعاه يعني باعتباره أنه شخصية مركزية ومن الصعب تجاوز هذا أمر هناك احتمال أن تحصل ضربات والإسرائيليين يتوقعون ضربات عابرة لأجواء آتية من سوريا باتجاه إسرائيل وكان هناك رفع للجهوزية وحالة طوارئ إسرائيلية طوال الليل الماضي وحتى هذه اللحظات بانتظار رؤية ما سيفعله الإيرانيون وهناك أيضا تحذيرات للسفرات الإسرائيلية وللممثليات الإسرائيلية عبر العالم والمصالح الإسرائيلية وصولا إلى معابد يهودية ومدارس يهودية موجودة عبر العالم للتنبه والتحوض من أنه يمكن أن يكون الرد عبر اغتيال ديبلوماسي إسرائيلي أو شخصية إسرائيلية بارزة أو شخصية يهودية بارزة عبر البحار في أوروبا في الأمريكيتين في أمريكا الشمالية المسألة أصعب لكن في أمريكا الجنوبية يمكن أن يحصل ذلك إضافة إلى آسيا حيث كان هناك العديد من الاستهدافات الإيرانية من الحرس الثوري لأهداف إسرائيلية ومحاولات معظمها جرى تعطيلها واعتراضها قبل أن تحصل من قبل المصاد الإسرائيلي والمخابرات الأمريكية المركزية السياي إي إضافة إلى مخابرات الدول محليا هناك بالتوازي مع هذه المسألة إضافة إلى الجبهة العراقية المشتعلة اليوم والتي يمكن أن تشتعل أكثر للرد على الرد الأمريكي وبالتأكيد سوف نشاهد خلال الساعات القليلة القادمة ردا على الرد الأمريكي على بعض القوى الأمريكية المتمركزة في بعض القواعد كان في كردستان العراق أو كان في الأنبار لسيما عين الأسد أو التنف عند المثلث الأردني العراقي والسوري ويمكن أن تتصاعد الاستهدافات على الأراضي السورية بالتوازي قلنا كنا نقول بالتوازي مع ذلك عاد الحوثيون إلى سابق عهدهم بعد انقطاع ما بين الثامن عشر من ديسمبر وثلاثة عشرين ديسمبر عادوا إلى إطلاق المسيرات المفخخة واستهداف السفن العابرة في منطقة باب المندب وخليج عدن وكان لكن أبرز الاستهدافات كان استهدافا اتهم به الإيرانيون تهمت الولايات المتحدة إيران أنها مباشرة استهدفت سفينة حاملة وتحمل على متنها بيتروكيمائيات مواد بيتروكيمائية كانت تتوجه وهي الأم في بلوتو وهي عمليا كانت خرجت من الخليج العربي من أحد الموانئ السعودية باتجاه الهند أحد الموانئ في الهند وعليها حمولة من البتروكيمائيات وجرى استهدافها بمسيرة مفخخة من طراز شاهد 136 التي نعرفها تماما ويعرفها العالم تماما وهي من أبرز الأسلحة التي استخدمتها روسيا في المرحلة السابقة من حربها في أوكرانيا وقد تضررت هذه السفينة لم تغرق إنما تضررت أصيبت إصابات مباشرة البحرية الهندية بدأت بعملية تموضع إعادة تموضع في منطقة بحر العرب لحماية الحركة حركة السفون بصرف النظر عن ملكيتها بصرف النظر عن تابعيتها إضافة إلى توجيه فرقطات حاملة لصواريخ في هذه المنطقة وتموضعها عند منتصف الطريق ما بين الهند والشواطئ الإيرانية من ناحية أخرى أرسلت الهند فرقطتين إلى خليج عدن للتموضع بجانب المجموعة الضاربة الثانية للبحرية الأمريكية بقيادة دويت أيزنهاور الحاملة الطائرات الأكبر في الأسطول الأمريكي وهناك طبعا استهدافات حصلت في المدة الأخيرة استهداف لأحدى المدمرات الأمريكية الأساسية في هذه المنطقة واسمها يو اس اس لابون وهذه المدمرة استطاعت أن تسقط كل المسيرات التي استهدفتها أربع مسيرات ولم ينجب عن ذلك أي خسائر فيما يتعلق بوضعية السفن الأمريكية بالعودة إلى موضوعنا الآخر وهو الموضوع الأبرز ونستطيع أن نقول أنه الموضوع البارز خلال هذه الساعات وهو اغتيال رضي الموسوي الجنرال رضي الموسوي نظرا لمستوى هذه الضربة نظرا لمستوى الشخص نظرا لأهمية الشخص نظرا لرمزية استهداف هذا الشخص وخصوصا بأنه في المرحلة الأخيرة منذ 7 أكتوبر منذ عملية طوفان الأقصى بدأ الإسرائيليون يستهدفون المستشارين الإيرانيين استهدفوا مستشارين إيرانيين وقتلهما وكانا برتبة عقيد وأحدهما برتبة عقيد والآخر برتبة عميد في الثاني من ديسمبر كما أسلفنا إضافة إلى أنه جرى ضرب واستهداف منطقة السيدة زينب باستمرار وبشكل مناجي من قبل الطيران الإسرائيلي الضربة البارحة استهدفت أهم شخصية في الحرس السوري في سوريا والشخصية الأولى وهو رئيس أركان فيلق القدس في هذه البلاد في سوريا والمسؤول عن التجهيز والتمويل ونقل التكنولوجيا المتقدمة العسكرية إلى حزب الله وتجهيز حزب الله بأسلحة نوعية هذا نحن الآن في حالة انتظار وترقب لما سوف تقوم به إيران البعض يقول هناك نظريتان البعض يقول بأن الإيرانيين لم يقدموا على شيء وأنهم سوف يعني يحاولوا أن يردوا بشكل مختضب عبر أطراف من جبهة المقاومة أو الفصائل المنتشرة بين العراق سوريا ولبنان وربما الحوثي ربما ضرب سفينة إسرائيلية وأغراقها هذه المرة يعني بحيث ذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد الاستهداف أو الإضرار بالسفون أو اختطاف السفون أو ممكن أن تبقى الأمور عند هذا الحد ويكتفي الإيرانيون بعدم الإنجرار إلى مرحلة يمكن أن تشتعل في حرب مباشرة مع الإسرائيليين لأنهم يعرفون بأن الوجود الأمريكي الكبير في هذه المنطقة هو وجود رادع أولا وهو وجود للمواجهة وللاشتباك مع الطرف الثالث الذي يدخل ضد إسرائيل في هذه المنطقة إذن علينا أن نبقي العيون مفتوحة على لبنان على سوريا على العراق بدرجة أقل وهذا موضوع آخر متعلق بالاشتباك على أرض العراق ما بين الأمريكيين والإيرانيين ما بين الفصائل الإيرانية في العراق والأمريكيين وطبعا موضوع البحار وحرب البحار التي يمكن أن تتطور كثيرا وتأخذ منحا دراماتيكيا خطيرا للغاية في هذه المرحلة نحن في مرحلة الانتظار والترقب والمراقبة أمام أحداث دراماتيكية يمكن أن تشهدها المنطقة بعد استهداف الجنرال الموسوي وهو أرفع شخصية عسكرية خارج الحدود الإيرانية يتم استهدافها منذ أعوام طويلة أقله منذ أربعة أعوام وقبل أسبوع من ذكرى قاسم سليماني الذي قتل في مطار بغداد ترجمة نانسي قنقر